لجنة الكورة في النادي الاهلي وقعت غرامات على لعيب الفريق الاول عقب الخروج من دور نصف النهاية قدرها 20 الف جنيه على السنة محمد بركاته حسام عشور بسبب طرد الاول في المباراة والعصبية الزائدة التي ظهر عليها الثاني وقعت غرامة مالية قدرها 10 تلاف جنيه على الشيف اكرام الشيف عفضيل والجمعة وحسام غالي وسيد معوض وحاول حسام البدر المدير الفني تهديد ثورة لعبين خلال التدريبات الذين اشتكوا له قرار لجنة الكورة بخصم مستحقتهم الحقيقة يعني حقيقة يعني عقوبات هزيلة توصف بهذه الكلمة بركات حبيبي تعارفين كده كويس وجالي هنا في مساء الأنوار وعملنا أحلى سهرة راجل وأكيد متقبل عقوبة طبعا ده شوية شطة وفي الآخر كده الخبر كلا عاد لكن أنا بوصف القرارات قرارات هزيلة وقرارات هزلية نهاردة بركات في الدقيقة عشرين يروح للعيب من غور كورة ويعمل له كده على وشه ويترد والأهل يلعب سبعين دقيقة ناقص لاعب سبعين دقيقة وكان مغلوبه حسفره مجاش جوان تانية بما يعني لو الأهل كان مكتمل لصفوف كان ممكن جدا 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 ويعمل حاج وعشرين ألف جنيه أقسم بالله أقل رقم أقل رقم يتحط في عقوبة زادية لو أنا مسؤول على لجنة الكرة أو أنا مدير الفن بتاع النادي الأهلي أقل رقم يعني وهاب أنا مجامل فيها محمد بركات مئة ألف جنيه أقل رقم العشرين ألف جنيه إيه؟ عشرين ألف جنيه إيه في طرد لعب عنده خبرات عميقة خبرات عميقة ويكلف النادي الأهلي أنا بقى أشرك بركات في هزيمة النادي الأهلي وهيزعل مني وهو سمعني دلوقتي وبصصلي وهيزعل مني لكن أنا بقى أشركه في التسبب في هزيمة النادي الأهلي جون وداخل ماشي مشكلة ما أنت مش نقص إيد ولا رجل 11 لعب يلعب غير عشرة 11 لعب في رادس غير عشرة 11 لعب قدام الجامهير دي كلها غير عشرة كان ممكن جدا لو الأهلي مكتمل صفوف يلطش جون في أي لحظة تبقى واحد وحد خلصة الليلة لكن بركات شريك رئيسي في هزيمة النادي الأهلي أو في عدم ادراكه للتعادل فعشرين ألف جنيه بقى أكرر عقوبة هزيلة وهزلية لتنم مع بعض الكاف بيبحث شكوى الأهلي ضد دلمتي يعني خلص خلصت